فيا مسلمون حري بكم أن تستغلوا هذه المواسب وأن تشتهدوا فيها وأن تعلموا ما الطريقة التي ترتفعون بها وما الأسباب التي ضعفتم بها فتأخذون أسباب القوة وتجتنبون أسباب الضعف وعند ذلك إذا رآكم عدوكم أعجب بكم ودرس عن الإسلام فدخل فيه فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها وهذا الأمر يحتاج منا إلى عمل خفيف أول شيء نعرف بعض ذلك الشيء نتعاون ذلك الشيء يكون من قواعدنا ارتكاب أخف الضرارين ومن قواعدنا هدر المصلحة الصغراء على أن لا تضيع علينا الكبرى ونعلم أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ووعد أنه ينصر من ينصره وأخبر أنه محيط بكل شيء وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فحري بنا أن نعمل بديننا في ضوء شرعنا بطريقة التي رسمها لنا نبينا وعند ذلك نسعد ونكون قدوة للبشرية فتقتدي بنا البشرية وتدخل في الإسلام فيسعد سكان الأرض سعادة لا وراء وراءها